السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة متفخدارين اتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وانتما تشاهدوا الفيديو اليوم ان شاء الله سنحضر معكم رولي بالبطاطا والكفتة كي يجي بنين بلاقية السهل تحضير مكونات ديال وبسيطة كي لحرتي ويوجد حاجة خفيفة وفنوس لقص بنينة وراقية ايضا ممكن ان تستعملوه كمقبلات او كوجبة رائسية كي يجي بنين نتمنى انكم تجربوه حيث كي يستحق الجريبة لجربة تتخليلي في تعليقات كيفية جهة لا تنسى تشتركوا في القناة باش تصل بجديل بصفات ايضا لا تنسى تدعمني بلايكات ديالكم بقوا معي تشوفوا الفيديو تالاخير باش تشوفوا المقادير وطريقة تحضير وفرجة ممتعة ايضا اول حاجة نحضرها وهي الحشوة نحتاجوا بالنسبة للحشوة لدي هنا بصلة كبيرة لنضيف الملحة لنضيف الملحة لنضيف الملحة لنضيف الفلفل السود لنضيف الزيتون ونضيف الملحة ونضيف الملحة لنضيف الفيديو ونضيف الملحة اردت البصلة كبير ونضيف فقط ونضيف الملحة بعد تشحرت للبصلة كما تشوفوا معايته يرجع اللون دياله ميل قوي سنزيد كمية ديال الكفتة او اللحم المفرومه يبقى اختياري على حسب ما توفر عندكم ايضا ممكن انكم تعودوه بصدر الدجاج او لصدر الديك ارومي بعد نخلط البصلة مزيان مع الكفتة بالنسبة للكفتة عفوان فطبيعة الحال درنالة العطرية دياله شوية الملحة يبزار سكين جبير تحميره او المعدنوس او ممكن ايضا اناكم ضيدو شوية ديال الهريسة او لا السودانية كنخلط مزيان ذاك الكفتة مع البصلة ايضا كنزيد معها شوية ديال التومة اليابسة يعني العطرية اللي مستنسي كنديره في الكفتة بشكل عادي فقط زيدو معها شوية ديال التومة اليابسة سوريا بصورة سوريا أهم شيء أنها لا تغطيها يجب أن تغطيها على ماء لكي لا تطلق لكم ماء أكثر كما تلاحظوها بسرعة سوف نجعل الكفتة برد على جنب سوف نحضر البطاطة بالنسبة لبطاطة فأخذي تقريبا 1 ربعة للحباس سوف نحضر البطاطة سوف نحضر البطاطة سوف نجعل الفرن سوف ننزع الفرن ممكن بالنسبة لفرن ترون أي نوعية وقطعتها كبطاطة دوائر مغليدة مرقيقة ننزعها كوحدة فوق وحدة نكمل نعمر عفوان الله نرد الفرن يسخن على 240 دراجة مهم أعلى دراجة عندكم كي يسخن في الفرن سخنوا فيه أنا أرديتوكي مقتلكم على 140 دراجة شعلت عليه من فوق و من التحت وخليتوه من القبل كي يسخن مزيان بالنفس الشيء بالنسبة للناس اللي عندهم من الفرن تشعلون من الفوق و من التحت وتجهدوكي يسخن فرن مزيان هنا بالنسبة لبطاطة دهنته بشوية الزيت تقريباً تشجعون من القبل كي يسخن و تدخلوها كتبصي الفرن تشعلوه على مقتلكم من الفوق و من التحت وتهبطوه درجة الـ 180 أو 190 مهمة بين 180 و 190 بالنسبة لذي عندهم من الفرن تشجعون النار من الفوق و من التحت اخبطوه طبق الان تقريباً تحضر طبق الان الدقيقة فهذه الوجبهات ايه تجدوها في 15 دقيقة و كلها تشجعون في مزيان والربطاطة فالنسبة لك فارالفق مجلسة هنا نرد بطاطا طيب ونعود نتلقى هنا بعد ما طبط لي بطاطا كما تلاحظو كنخلي وتاخد اللون الذهبي وفي نفس الوقت ما كنخلي وهي الشيبس يعني كتكون ما زال ارتبة هنا غادي نوزع فوق منا الكفتا كما هو موضح في الفيديو كنوزع لي هالكفتا كاملة وبشكل يكون متساوي فهكا الى كنت مزروبة بوتيت وجدت حاجة كسهلة وفي نفس الوقت راقية للوليدات ديالك او للضيف ديالك وفي نفس الوقت راقية للبطاطا كي جي وار نشأل فوق منا بتحقيق كم الشباب ونستطيع التحقيق بطاطا كم ارقية للعلاء وستطيع البطاطا كمال كمالكفتا كمالكفتا ت здесь كما أقول لكم بالنسبة للفروماج ممكن أن تفضلوا أي نوعية تفضلها سوف نشكلها كالرولة كما تلاحظوا في الأنس سوف نظوره غرب قليلا لا تتحل لكم لا تكون شاد راسو مع الفروماج الذي قدرنا له من التحس يبقى شاد راسو مزيان يعني كل ما قويته الفروماج متحس بطاطا كل ما قصب خبطتا ديالكم متماسكة أكثر هناك كما تلاحظوا كيفية جمعته سوف نحيد عليه هداك بابيك بصوة و لركة غاديل زبدة غاديندهنو من الفوق وبحت شوية ديال الصفر ديال البيض باش يجينيك اللون دياله مذهب رغم أن يعني نبغتي وتصغنوا على اللبيض تصغنوا عليه كما تلاحظوا معاييرا كيجي اللون دياله مذهب بلا بيض ومن بعد غادي نرشفق منه شوية ديال الفروماج شوية ديال المعدنوس غاديندخله يتحمر شوية ونعودوا نتلقى باش نشوفوا شكل دياله النهائي اشتركوا في القناة 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 لم يعنبه ناحبيه ناحبي المدهب اشتركوا في القناة حانhow اشتركوا خلف تباقوها بالجناب مع فليفلا خضراء سوتي و شوية ديال خيزو البروكولي يعني اي خضراء كانت تتوفر عندكم ممكن انكم تديروها كامل جناب وتقدموه كطبق رئيسي انتم من الوصفة فعلا انا كومتجربوها حيث كتستحق الجريبة لجربة تخليلي في التعليقات كيفية جاتة ما تنسوش تشتركو في القناة باش تسلب جديد الوصفات ايضا ما تنسوش دعموني باللايكاتي ديالكم خليتكم على خير و الى وصفة اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة